اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان الكلام حول حديث الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل عن أسماء الله سبحانه وتعالى فهنا بعد أن أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام عن سؤال السائل يسأل السائل عن معاني بعض صفات الله سبحانه وتعالى فيسأل عن السميع والبصير واللطيف والقوي ما معنى هذه الكلمات لأن هذه الكلمات أيضا تطلق على المخلوقين نقول فلان قوي فلان سميع فلان بصير فلان لطيف فهذه الألفاظ وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه كما أنها توصف بها المخلوقات فهل المعنى واحد أو المعنى يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيسأل الإمام عن معنى السميع والبصير الإمام يجيب أن معنى السميع في الإنسان هو السماع عبر الآذان وكما أثبت العلم الحديث هي أمواج هوائية هذه الأمواج تدخل في أذن الإنسان وعبر شبكة الأعصاب تنتقل إلى المخ فالإنسان يدرك الأصوات التي يستمع إليها والبصر في الإنسان أيضا أمواج نورية أمواج من النور هذه الأمواج تصطدم بالأجسام ثم ترجع فالعين تلتقط تلك الأمواج الضوئية وتنقلها عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ فالإنسان عبر الدماغ يرى الأشياء وليس هذا المعنى للسامع والبصر ممكن في الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أجل من أن يدخل فيه شيء كما تدخل الأمواج الصوتية أو الأمواج الضوئية في جسم الإنسان عبر العين أو عبر الأذن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى هذه الأمواج الله سبحانه وتعالى في الأزل كان سميعا وبصيرا قبل أن يخلق شيئا من المخلوقات وقبل أن يخلق الأمواج الهوائية والأمواج الضوئية الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته لكي يحتاج إلى هذه الأمواج فهذه براهين عدة تدل على أن السامع في الله والبصر في الله ليس بمعنى السامع والبصر في المخلوقات هو سميع ولكن معنى السامع يرجع إلى العلم أي عالم بالمسموعات بصير يعني عالم بالمبصرات وهذا العلم أشرف من علمنا عبر الحواس لأن الله سبحانه وتعالى أسمى وأجل من الحواس الله سبحانه وتعالى أسمى وأجل من أن يكون علمه بالأشياء كعلمنا فلذلك علم الله سبحانه وتعالى أشرف وأجل من علمنا بالمسموعات والمبصرات عن طريق الحواس فإذن العلم في الله في السامع المسميع يعني العلم بالمسموعات البصير يعني العلم بالمبصرات فرجع السامع والبصر إلى العلم هذا المقطع الأول من بحث هذا اليوم فنقرأ كلام الإمام عليه الصلاة والسلام حتى ننتقل إلى المقطع الآخر فقال الرجل الذي سأل الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فكيف سمينا ربنا سميعا إذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء كيف سميت سميع فقال الإمام أجابه بأن السميع في الله ليس بمعنى الاحتياج والسميع في الله بمعنى وبكيفية تختلف عن معنى وكيفية سماع المخلوقات والله لا كيف له وإنما معنى السميع العلم بالمسموعات فقال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماء لا يخفى عليه يعني يعلم أنت الأصوات المختلفة تسمعها كل إنسان يسمع أصوات وقد تكون أصوات موجودة لكن لا أحد يوجد لكي يسمع تلك الأصوات يعني أفرض مثلا في وسط الصحراء هبت رياح وكان لها صوت أو مثلا سقط شيء على شيء فخرج صوت لا يوجد سامع من الناس أو من الحيوانات مثلا ليستمع إلى تلك الأصوات لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه هذا هذا الصوت الله سبحانه وتعالى سمعه بمعنى أنه يعلم به ومنذ الأزل يعلم به لا أن المعنى أنه هذا العلم حدث له لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماء ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس يعني ليس مرادنا من السميع تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات التي هي أيضا تسمع لا لأن سماع المخلوقات بالسمع المعقول في الرأس المعقول يعني المحبوس لأن العقل هو الحبس يقال عقل البعير يعني شد يده لكي لا يتحرك أو يقال العقال لما يوضع على الرأس لأن الكوفية التي توضع على الرأس هذه قد تسقط بفعل الهواء مثلا وما إلى ذلك فيوضع العقال لكي يمنعها من السقوط والعقل عقل الإنسان أيضا يسمى عقل لأنه يمنع الإنسان من التصرفات المضرح ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس يعني المحبوس في الرأس أو يمكن أن يراد من المعقول يعني السمع الذي يعقل في الإنسان السمع الذي يعقل في الإنسان أو في الحيوانات هو عبر رأسها لأن الآذان تقع في منطقة الرأس ثم بعد ذلك نقول في كلمة البصير وكذلك سميناه بصيرا لا بمعنى البصر الموجود في المخلوقات لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار الله بصير يعني كل المبصرات يعني التي يمكن أن ترى بالبصر الله سبحانه وتعالى يعلمها سواء كان هناك من يبصر تلك الأشياء أو لم يكن هناك من يبصر تلك الأشياء الله بصير بكلها يعني عالم بها من لون أو شخص أو غير ذلك يعني سواء كانت أعراض أو كانت ذوات أو ما يقع يعبر عنه بالمنطق بالجوهر يعني الله سبحانه وتعالى عالم بالأعراض عبر عنها الإمام باللون لأن اللون عرض أو شخص أو شخص يعني ذوات الجواهر لحظة العين اللحاظ هو النظر بالتفات لأن بعض الأحيان الإنسان ينظر للأشياء لكن لا بالتفات وبعض الأحيان يركز نظره على شيء يعني بالتفات يدقق على شيء هذا يسمى اللحاظ ولحظة العين أو لحظة العين بمعنى تركيز النظر على شيء الله سبحانه وتعالى حينما نقول بصير ليس بمعنى لحظة العين لما بيناه من براهين مختلفة بعد ذلك الإمام ينتقل إلى كلمة ثالثة من صفات الله سبحانه وتعالى نصف الله سبحانه وتعالى بأنه لطيف وهو اللطيف الخبير ما معنى اللطيف بالنسبة للإنسان أو الأجسام المادية اللطيف هو الشيء الصغير جدا لطفة يعني دقة وصغرة وإذا بعض الأحيان المطالب الغامضة يعبر عنها باللطيف لأنه يحتاج إلى دقة لإدراكها زين عندما نقول زيد لطيف يعني دقيق في جسمه صغير في جسمه مثلا أما الله سبحانه وتعالى حينما نصفه باللطف ونقول أن الله لطيف لا يراد أن الله سبحانه وتعالى جسم وجسمه صغير حاشا لله ذلك وتعالى عن ذلك لأنه ليس بجسم ولا يصف بصغر وإنما الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء اللطيفة يعني إذا مثلا هناك أشياء دقيقة جدا صغيرة لا يعلم بها الإنسان لا يعلم بها غير الإنسان الله سبحانه وتعالى عالم بها لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء والعلم مقدم على الخلق يعني كيف يخلق شيئا لا يعلمه وبعد ذلك الإمام يمثل ببعوضة البعوضة في صغرها لها حالات دقيقة جدا والله سبحانه وتعالى عالم بكل تلك الحالات طبعا اللطيف له معنى ثاني في الله سبحانه وتعالى إن الله لطيف بعباده يعني بار اللطف بمعنى البر لأن اللطف قد يكون بمعنى الصغر شيء وقد يكون بمعنى البر وكل المعنيين مرادان في كلمة اللطيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى ووردتها في القرآن أيضا مثلا إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يعني بار بهم وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعني يعلم بالأشياء اللطيفة الصغيرة الدقيقة فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يفسر اللطيف بأحد معنيه وكذلك سميناه لطيفا لا تشبيها لله بالمخلوقات لأن معنى اللطف في الله يختلف عن معنى اللطف في المخلوقات لعلمه بالشيء اللطيف فرجع إلى العلم أيضا ثم بعد ذلك الإمام يمثل مثال مثل البعوضة البقة وأخفى من ذلك يعني هناك موجودات أصغر من البقة البقة ترى بالعين لذلك الإمام مثل بها والله في القرآن يقول إن الله لا يستحي أن يضرم مثلا ما بعوضة فما فوقها لأن البعوضة ترى بالعين مع أنها صغيرة جدا هناك موجودات صغيرة جدا بحيث لا ترى بالعين توجد حشرات لا ترى بالعين موجودات أصغر منها يعبر عنها مثلا بالميكروبات وأصغر من الميكروبات يعبر عنها بالفيروسات وأصغر منها أيضا وأصغر وأصغر هذه موجودات الله سبحانه وتعالى عالم بكلها فالإمام يمثل في البعوضة لأن إدراك هذا الأمر في البعوضة أسهل مما أن يأتي يذكر مطلبا علميا حول أشياء لا يراها الإنسان ولا يعلمها مثل البعوضة وأخفى من ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم وموضع النشوء منها موضع النشوء يعني موضع النماء أنت تعلم أن كل موجود حي من الحيوانات حينما يولد يولد صغيرا ثم ينمو إلى حد معين لا يتجاوز ذلك الحد المعين يعني البقى لا تنمو إلى حد أن تصير فيلا مثلا بحجم الفيل أو الإنسان لا ينمو نموا بحيث أنه يصل إلى ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار أو خمسة أمتار حتى الذين ضربوا الرقم القياسي طولهم يختلف عن طول الإنسان العادي بمترة مثلا وصل إلى مترين ونصف مثلا هذا موضع النشوء وهذا من الأمور التي حيرت العلماء والخبراء ما هي هذه الحالة الموجودة بحيث أنه ينمو كل شيء بمقدار معين لا يتجاوزه يد الإنسان تنمو بمقدار معين عين الإنسان ينمو بمقدار معين جسم الإنسان ينمو بمقدار معين لا يتجاوز ذلك المقدار الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى البعوضة يعلم موضع النشوء منها والعقل يعني يعلم موضع العقل منها المراد من العقل هنا الفطرة أو الغريزة وليس العقل الذي يوجد في الإنسان لأن العقل الذي يوجد في الإنسان لا يوجد في الحيوانات لذلك الحيوانات ليست مكلفة لأنه لا عقل لها أما الإنسان مكلف لأنه له العقل فإذا فقد العقل كالمجنون ليس بمكلف هذه الحيوانات هذه البعوضة موضع عقلها يعني موضع غريزتها في أي منطقة تقع في المخ يقع مثلا في قلبها في أي منطقة الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك والشهوة للسفاد والحدب على نسلها يعني الشفق على نسلها وإقام بعضها على بعض ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار هذه الحيوانات كثير منها تفعل هذه الأمور مع صغرها الله سبحانه وتعالى عالم عالم بكل ذلك زين إذا هذه المخلوقات كانت لها هذه الخصوصيات هل صانعها يعقل أن لا يكون عالما بتلك الخصوصيات يعني أنت حينما ترى جهازا عاديا جهاز عادي أفرض هذه الساعة مثلا هذه الساعة جهاز عادي فيها خصوصيات إذا فتحت هذه الساعة تجد خصوصيات دقيقة فيها أجهزة صغيرة جدا الذي صنع هذه الساعة يعقل أن لا يكون عالما بتلك الأجهزة الدقيقة وبعملها كلا هذا مو معقول الله سبحانه وتعالى التي خلق البعوضة وأصغر منها وأكبر منها وحباها بهذه الأمور هل يعقل أن لا يكون عالما بها كلا فعلمنا يعني حينما ننظر إلى هذه المخلوقات بهذه الدقة في أمورها فعلمنا أن خالقها لطيف يعني عالم بالشيء اللطيف بلا كيف يعني علمه ليس كعلمنا هو من الكيفيات النفسانية لأن الكيفيات النفسانية إنما هي تعرض على النفس والله سبحانه وتعالى لا يعرض عليه شيء فحينما نقول إن الله عالم ليس بمعنى أن لله كيف ككيفنا بل هو بلا كيف لكن ندرك أنه عالم أما تلك الخصوصيات كيف لا ندركها كما أنت ترى جهازا تعلم أن هذا الجهاز عمله هكذا أثره هكذا ولكن كيفية عمله أنت لا تعلمه قد الصانع يعلمه قد الخبير يعلمه يعني هذا الميكروفون مثلا نحن نعلم أنه ينقل الصوت لكن كيف ينقل الصوت نحن لا نعلم صانع هذا الميكروفون قد يعلم الله سبحانه وتعالى نعلم بأنه عالم بالأشياء ولكن كيفية علمه مجهولة لنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حبى هذه الموجودات بهذه الأمور وهو عالم بهذه الأمور أما كيف نحن لا نعلم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو لا كيف له لا يحتاج إلى كيف وعمله أيضا وفعله أعلى من إدراكنا ولذلك سيأتي في المستقبل أن صفات الفعل ولو هي تنتزع من أفعال الله سبحانه وتعالى وليست كصفات الذات ولكن مع ذلك نحن لا نعلم فعل الله سبحانه وتعالى وكيفية ذلك الفعل لأنه أسمى من عقولنا أسمى من إدراكنا لذلك الإمام يقول وإنما الكيفية للمخلوق المكيف المخلوق الذي له كيف أما الله سبحانه وتعالى ليس له كيف ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى صفة رابعة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي القوة هل القوة في الله سبحانه وتعالى كالقوة في المخلوقات الآن نأتي إلى الإنسان الإنسان له قوة له بطش هذه القوة إنما هي تحتمل الزيادة والنقصان الإنسان ضعيف يكون ثم يكون قويا ثم يكون ضعيفا وحتى الإنسان القوي حينما هو جائع قوته تكون أقل حينما هو مثلا ممتلئ من الطعام قد تكون قوته أكثر فلها زيادة ونقصان والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون فيه زيادة أو نقصان لأنه ذكرنا في الحلقة الماضية أن الزيادة والنقصان يستحيل على ذات الله سبحانه وتعالى فالقوة في الله ليست قابلة للزيادة والنقصان كالقوة التي موجودة في الإنسان أو في المخلوقات الأخرى قوة الإنسان وبطشه عبر آلات يعني الإنسان القوي عبر يده وعبر رجله مثلا يبطش بغيره وإذا بطشتم بطشتم جبارين لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آله ووسيلة لإعمال قدرته إن بطش ربك لشديد الله لا يحتاج إلى آلة ووسيلة لكي عبر تلك الآلة أو الوسيلة يستعمل قدرته بل الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون بمجرد أن يريد إيجاد الشيء ذلك الشيء يوجد إذا أراد إرادة تكوينية لذلك الإمام يقول وكذلك سمينا ربنا قوياً لا بقوة البطش المعروف من المخلوقين الذي هو يكون عبر الأعضاء والآلات كي يحتاج إليها لينتقم أو يبطش بقوة فإذا قطعت يده مثلاً قطعت رجله لا يتمكن من إعمال قدرته لأن قدرته كانت عبر الآلات الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين يبطش بهم ويقدر على كل شيء ويستعمل القدرة ولكن من غير احتياج إلى آلة أو إلى أي شيء آخر ولو كانت قوته البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه الإمام يستدل هنا بدليل نقلي يعني يضيف الدليل النقلي إلى الدليل العقلي الدليل النقلي هو ما ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء إذا قدرة الله مثل قدرتنا معنى ذلك أننا كنا مثل الله سبحانه وتعالى وهذا محال المخلوق يستحيل أن يكون مثل الخالق ليس كمثله شيء فإذا قلنا أن الله قادر وقلنا فلان قادر المعنى يختلف القدرة في الله ليس قدرة الإنسان حيث أنه يقدر ويبطش بالآلات والأعضاء الله بسيط ليس له أعضاء ولا يحتاج إلى إعمال آلة في استعمال قدرته سبحانه وتعالى ولو كانت قوته قوة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه ولا احتمل الزيادة لأن القدرة عبر الآلات كلما كانت الآلات أكثر القدرة تكون أكثر هذا واضح الإنسان بيد واحدة له قدرة بيدين قدرته أكثر إذا جاء بجهاز مثلا كسلاح مثلا تكون قدرته أكثر كلما كانت الأعضاء أكثر وكلما كانت الآلات أكثر تكون القدرة أكثر الله سبحانه وتعالى إذا احتاج في إعمال قدرته إلى الآلات معنى ذلك كلما كانت الآلات أكثر كانت القدرة أكثر كلما كانت الآلات أقل كانت القدرة أقل والله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها لا تحتمل الزيادة والنقصان تكون أكثر أو أقل لأن كل أكثر يوجد شيء أكثر منه أن تتصور أنه مثلا الذي يضرب الأرقام القياسية في رفع الأثقال مثلا هل أنت يمكن أن تتصور شخص أقوى منه؟ نعم ولذلك كثير من الأحيان يحاولون كسر الأرقام القياسية فيمكن تصور شيء أو شخص أقوى منه حتى إذا في الخارج لا يوجد ولكن العقل يحتمل ذلك إذا قدرة الله سبحانه وتعالى احتملت الزيادة معنى ذلك أنه الأزيد منها لا يقدر عليه وهذا محال فلذلك قدرة الله ليست لها أحد لذا لا تحتمل الزيادة والنقصان لأنها لا حدود لها لا نهاية لها وما احتمل الزيادة والنقصان أي شيء احتمل الزيادة هذا يحتمل النقصان وإذا احتمل الزيادة والنقصان معنى ذلك أنه محتاج لأنه يحتاج إلى ما يزيده قوة وإذا كان محتاجا كان غير قديم للبرهان الذي ذكرناه فيما مضى أنه القديم لازم وجوده يكون ضروري فكل صفاته ضرورية إذا كانت صفاته ضرورية وجوده ضروري معنى ذلك أنه غير محتاج المحتاج معنى ذلك أنه فاقد لشيء ويحتاج إلى من يكمل النقص الذي هو موجود فيه فإذا احتاج إلى غيره كان ذلك الغير هو أولى بأن يكون الخالق فلذلك لا يعقل أن يكون الخالق محتاج إلى غيره وما كان غير قديم كان عاجزا لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ثم وجد فيحتاج إلى من أوجده لم يكن قادرا ثم قدر ثم قدرته تزداد فيحتاج إلى من أوجد تلك القدرة ومن زاد تلك القدرة فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند لأنه قديم لذلك ليس له شبيه لأن كل الأشياء مخلوقات كل الأشياء عاجزة والله ليس بعاجز كل الأشياء تحتاج والله سبحانه وتعالى غير محتاج فليس له شبيه ولا ضد ولا ند الضد هو العدو من الشركاء والند هو المماثل من الشركاء الله سبحانه وتعالى له ند يعني يماثله شريك لا له ضد يعني يماثله شيء وهو عدو له كلا بل أعداء الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن هم موجودات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى الله رحمها فخلقها لكنها رفضت رحمة الله سبحانه وتعالى وعادته ولكن الله سبحانه وتعالى يتمكن من البطش بها والانتقام منها إنما أخرها ليوم لمصلحة فإذن الله لا شبيه له يعني ليس هناك أحد يشبه الله في أي شيء حتى إذا كانت الصفات تطلق على الله وعلى غير الله فبمعنيين ولا ضد له شريك يضاده يعارضه ولا ند له يعني الشريك يشاركه ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين مجموعة من الأمور المتعلقة بذات الله وبصفاته سنتطرق إليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه اللّه يا اللّه اشتركوا في القناة